بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات بإذن الله سنبدأ باب جديد وهو كثيرات الحدود ودوالها الفصل الثالث في الفصل الدراسي الأول كثيرات الحدود ودوالها طبعا فيما سبق درست تمثيل الدوال التربيعية بيانيا وحل المعادلات التربيعية والآن في هذا الفصل بإذن الله رح نتعرف الأعداد المركبة ونجري العمليات عليها رح نحل معادلات تربيعية أيضا ونجمع كثيرات الحدود ونطرحها ونضربها ونقسمها ونحلل دوال كثيرات الحدود وسوف تصف أيضا التمثيل البياني لدوال كثيرات الحدود ورح توجد قيم دوال كثيرات الحدود وتحل معادلات كثيرات الحدود أيضا عزيزي الطالب سوف توجد عوامل دوال كثيرات الحدود وأصفارها وسوف تحدد عزيزة الطالبة عدد جذور معادلة كثيرة حدود وأنواعها هذه الأهداف إن شاء الله بإذن الله سنصل إليها في هذا الفصل كثيرات الحدود ودوالها في مواصلات يمكن استعمال دوال كثيرات الحدود لتحديد جداول انطلاق الحافلات والطاقة الاستيعابية للطرق السريعة والأنماط المرورية ومتوسط تكاليف الوقود وأسعار كل من السيارات الجديدة والمستعملة لدينا مطوية هنا طبعا هذه مطوية مقترحة ممكن أنك تطبقها عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ونبدأ في التهيئة للفصل الثالث تشخيص الاستعداد طبعا هذا رابط الدرس الرقمي تشخيص الاستعداد مهارات سابقة مشخص استعدادك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لهذا الفصل من الأفضل أنك تبدأ بحل هذا الاختبار ثم طبعا لو يصعب عليك أي شيء فيه أمثلة تنظر إليها لتشوف طريقة الحل نستعرض الآن سويا أول شيء يدينا في المثال الأول أكتب أعد كتابة العبارة 2xy-3 ناقص نزد على صورة جمع ماذا نعني على صورة جمع؟ ماذا نعني؟ أحسنتم طبعا أنتم تعرفون من زمان سابقا لما كنتم تدرسون الطرح كنا نحول الطرح إلى جمع المعكوس جمع المعكوس يعني لو قلنا مثلا اثنين كن في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة مثلا زائد عفوا ناقص سالب ثلاثة كنا نقول اثنين نحول الطرح إلى جمع ونوجد النظير اللي هو الجمعي للعدد سالب ثلاثة أو معكوسة اللي هو موجب ثلاثة أيضا في المرحلة الثانوية يعني اثنين ناقص ناقص ثلاثة رح نحول الطرح هنا إلى جمع ونغير إشارة العدد الثاني اللي هو نأتي بنظير الجمعي خذتوها أيضا بصورة أخرى إن الإشارة السالبة تنضرب في ما بيداخل القوس مثلا هنا عندي سالب ونضرب في سالب صار موجب الآن نريد إعادة كتابة هذه العبارة على صورة جمع ممتاز أول شي طبعا رح ننزل الحد الأول ثنين اكس واي السالب هنا طبعا حولناها إلى موجب ثم طبعا الثلاثة نقول سالب ثلاثة أو ممكن نقول ثنين اكس واي زائد زائد ماذا؟ زائد هذا الحد اللي هو سالب ثلاثة بأي طريقة تسهل لديك تطبق ثم زائد الحد الأخير اللي هو سالب زد ممتاز قعد كتابة كل من العبارات الآتية في صورة جمع عندي سالب خمسة ناقص ثلاثة عشر طيب العدد الأول اللي هو سالب خمسة هل نغير إشارتة مثلا؟ هل نحط هل نسوي فيه شي طبعا هو الآن الهدف مو بني أنا أغير إشارات أنا عندي أعداد عندي حدود لها قيمة أحتفظ بنفس قيمها لكن أقول زائد بين كل حد والآخر أحط زائد بنفس قيمة الحد مثل هنا يعني عندي طبعا رح ننزل سالب خمسة زي ما هو الآن أنا عندي هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني أبضع بينهم زائد فقط هنا أنا أعدت كتابتها على صورة جمع أو في صورة جمع ممكن أننا نسويها مثل ما كنا ناخذ سابقا عملية الطرح تتحول إلى جمع المعكوس جمع نظير الجمعي للعدد الثاني ثلاثة عشر نظيرها الجمعي سالب ثلاثة عشر أيضا خمسة ناقص ثلاثة واي ممتاز خمسة زي ما هي بعدين السالب رح تصير موجب والعدد الثاني تتغير إشارته أو أننا نقول أصلا هو الحد الثاني سالبا فاحتفظ بإشارته السالبة والحد الأول موجب فقط أضعت إشارة جمع بينهما خمسة مر ناقص سبعة مبي ممتاز ماذا ست ساوي الحد الأول خمسة مر زائد الحد الثاني أين الحد الثاني؟ هذا الحد الثاني وإشارة الحد الثاني؟ إشارة الحد الثاني سالبة لو سألنا مثلا ما معامل مثلا مثل الثابت في الحد الثاني مثلا سالب سبعة رح يكون إذن الحد الثاني نحطه طبعا بين قوسين لأنه في إشارة سالبة عشان ما للترتيب الحل رح يكون عندي سالب مبي كتبتها عادت كتبتها على صورة جمع فلدينا هنا في محاضرات حضر عشرين شخصا محاضرة ثم غادروا القاعة في مجموعات ثنائية غادروا في مجموعات ثنائية يعني العشرين غادروا اثنين 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 طيب هل العشرين كلهم غادروا؟ لا طبعا غادرت منهم اكس مجموعة اكتب عدد الأشخاص الباقين على صورة جمع أنا ما أعرف كم مجموعة غادرت لكن كل مجموعة فيها كم شخص أحسنتم ممتاز فيها شخصين طيب غادر اكس من المجموعة أنا ما أعرف كم اكس يمكن غادر عشر مجموعات يعني كلهم غادروا يمكن غادر أقل من عشرة إذن كم بيكون الموجودين عدد الأشخاص الباقين على صورة جامع ممتاز الآن طبعا نحن نعرف عشان نعرف عدد الباقين رح نطرح كيف أكتبها على صورة جامع يعني عشرين رح أطرح منها كم مجموعة غادرت لا نعرف اللي هي X وX طبعا رح تنضرب في اثنين لأن عدد الأشخاص لو طرحنا في X طرحنا عدد المجموعات لكن نعرف عدد الأشخاص وعشرين عدد الأشخاص إذن رح أضرب المجموعة الواحدة في اثنين لأن المجموعة فيها شخصين طيب نعلم ذلك الآن عندي أنا المجموعة الكلية عشرين عشان أعرف المتبقي نطرح طب كيف أكتبها على صورة جامع مثل ما شفنا قبل قليل الحد الأول عشرين الحد الثاني قيمته سالب اثنين X بضع بينهم إشارة جامع وقوس للحد قوسين طبعا للحد الثاني واضح هنا الحد الثاني هو اللي يحتفظ بإشارة ماذا بالإشارة السالبة يعني إشارة السالبة هنا لما نشوفها تكون خاصة بالحد الذي يتبعها الحد الذي يليها على طول تكون معه لما نجي نستخلص قيم من الحد اللي فيه هذه الإشارة السالبة مثلا هنا عندي الحد الثاني لما نجي نستخلص بنعوض ناخذ معاملات وما إلى ذلك الإشارة السالبة تأخذ بالاعتبار مع الحد الثاني الدليل أننا نستطيع كتابة الحدود هذا الحد الأول الحال وهذا الحد الثاني زائد الحد الثالث مهما كانت قيمته زائد الحد الرابع زائد الحد الخامس سواء كان سالبين أو موجب وما إلى ذلك وهذا الهدف من الآن هنا السؤال في أعد كتابة العبارة على صورة جمع أن السالب الموجود بين الحدين هي خاصة بالحد الذي يليها مباشرة طبعا هنا نكون كتبنا المتبقين على صورة جمع لدينا هنا استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابة العبارة الآثية دون أقواص كيف كنتوا توزعون سابقا أحسنتم سالب ثلاثة ستضرب في كل حد موجود داخل القواص طيب سالب ثلاثة الآن طبعا هذا سالب ثلاثة سالب ثلاثة رح تضرب في الأي سالب ثلاثة أي سالب ثلاثة رح تضرب في البي سالب ثلاثة في بي ثم سالب ثلاثة هل تضرب في السي ما رأيكم ماذا قلنا نحن ما أحسنتم هذا اللي نحن نريد التركيز عليه هنا أن السالب اللي هنا تتبع السي تبع السي لأنني أستطيع أبصا أنني أخليها مع السي وحط اللي هي جمع بينها وبين البي تصير زائد بي زائد سالب سي واضح ممتاز إذن السالب ثلاثة رح تضرب في سالب سي ثم بعد ذلك طبعا رح نشيل الأقواص سالب ثلاثة اي هنا سالب ثلاثة بي طبعا هنا سالب في سالب رح تكون موجة بثلاثة سي استعمل خاصية التوزيع لإعادة كتابتك العبارة فيما يأتي دون أقواص ممتاز عندنا سالب أربعة طبعا نكتب يساوي لأنها عبارة نوجد عبارة مكافئة لها سالب أربعة رح تضرب في الأي حطهم بين أقواص مبدئيا زائد سالب أربعة لأنها عدد سالب فضع بين قوسين رح أضربه في العدد الثاني اللي هو خمسة يساوي سالب أربعة في أي سالب أربعة أي هنا عندي سالب أربعة في خمسة سالب عشرين مع زائد طبعا رح تصير سالب عشرين طبعا لأننا عارفين حنا الإشارة السالبة تنضرب في الموجة بيعطيني سالب ممكن أعيد كتابتها على صورة جامع بتصير سالب أربعة أي زائد سالب عشرين لكن هو يبغى بدون أقواص بدون أقواص فمعنات أننا سنتوقف هنا أيضا عندي سالب واحد في ثلاثة بي تربيع هذا الحد الأول زائد سالب واحد في ثنين بي الحد الثاني لاحظ هنا أخذت كل الأعداد من ثلاثة إلى وأن وصلت إلى الزائد هذه كلها تعتبر حد واحد نفس الشي هنا هذا كل حد واحد وفي الأخير أحسنتم سالب واحد هذا كل حد واحد ما أخذ الواحد وأترك الإشارة السالبة خطأ إذن رح يكون عندي زائد أيضا سالب واحد رح تنضرب فيه في الأخير سالب واحد يساوي هنا طبعا سالب في ثلاثة بي تربيع سالب ثلاثة بي تربيع سالب في ثنين بي سالب ثنين بي وسالب في سالب موجة يعني زائد واحد سالب نص في ثنين م ناقصا خمسة من منكم يستطيع التوزيع هنا من منكم يستطيع التوزيع من منكم أحسنتم ممتاز رح ناخذ اللي هو السالب نص نضربها في كم أحسنتم لاحظوا هنا هل أضربها في العدد الأول بعدين سالب نص رح أضربها في الأم بعدين سالب نص رح أضربها في سالب خمسة لا هذا الحد اثنين ام حد كواحد ينضرب في خارج القوس مرة واحدة ينضرب في خارج القوس ننتبه هنا انه نضربه في خارج القوس مرة واحدة يعني لو كان عندي مثلا اثنين في اي زائد بي رح تضرب الاثنين في الاي زائد اثنين في البي طيب لو كان عندي اثنين في اي بي ام زائد ثلاثة هل رح اضرب الاثنين في الاي زائد اثنين بي زائد اثنين ام خطأ ليه لان اي بي ام هذا حدا واحدا حدا واحدة رح تنضرب الاثنين هذي اللي برا القوس فيه مرة واحدة مرة واحدة يعني رح اقول اثنين اي بي ام اخذ الحد كامل الى ان اقف عند اشارة جمع او طرح هي اللي تفصل بين الحدود الجمع او الطرح هي اللي تفصل بين الحدود بعدين طبعا رح انزل نفس الاشارة اللي هنا زائد اثنين تنضرب فيه الثلاثة رح يطلع الناتج اثنين اي بي ام زائد ستة يعني هنا خطأ اضرب ثنين في اي زائد ثنين في بي زائد ثنين في ام او مثلا ممكن بعضكم يقول اضرب ثنين في اي ثنين في اي في ثنين في بي في ثنين في ام يعني الثنين تنضربت في اي وبي وام بس ثلاث مرات خطأ ايضا طيب نرجع مرة اخرى للسؤال اذا هنا سالب نص احسنتم رح اضربها في الاثنين ام كلها هذا القوس الاول ثم زائد سالب نص في احسنتم سالب خمسة كاملة ممتاز ممكن اني ماذا بدال ما احط هنا زائد احط ناقص لان الاشارة هنا ناقص انزلها ناقص واضع سالب نص وهنا انزل خمسة فقط ليه لان وين راحت السالب طيب هذه اللي كنت اقول لكم حطوها مع الخمسة انا وضعتها في الاول هنا لكن ما ننساها ابدا ما نحط زائد بعدين نضرب سالب نص في خمسة وننسى السالب هذي اللي موجودة اصلا بين الحدين الخيار عزيزي الطالب يا انك تضع زائد وتضع السالب هنا او العكس تضع هنا سالب وهنا تنزلها باشارة موجبة يعني بدون اشارة يعني اشارة موجبة نبدأ الان نوجد النواتج سالب نص في اثنين سالب واحد ام اللي هي سالب ام ثم عندي هنا سالب في سالب موجب ونص في خمسة اللي هي طبعا هنا بكون عندي زائد نص في خمسة احسنتم البسط في البسط واحد في خمسة خمسة على المقام في المقام اثنين في واحد اثنين اللي هي راح تكون سالب ام زائد خمسة على اثنين لدينا هنا في المثال الثالث حل المعادلة اكس تربيع ناقص ستة اكس زائد اثنى عشر طبعا هنا يمكننا استعمال طريقة اكمال المربع كيف طريقة اكمال المربع ممتاز الان عندي انا طبعا هنا اكس تربيع ناقص ستة اكس زائد اثنى عشر يساوي طبعا تسعة عشر طيب الان الاثنى عشر طرحتها من الطرفين طرحت اثنى عشر من الطرفين راح طبعا من الطرف الايسر وهنا تسعة عشر طرحت منها اثنى عشر صارت سبعة طيب الان اخذ طبعا الستة هنا اقسمها السالب ستة اقسمها على اثنين واربع السالب ستة راح ااخذ اللي هو معامل الاكس معامل الاكس سالب ستة اقسمها على اثنين واربع الناتج كم يساوي سالب ستة على اثنين سالب ثلاثة تربيع موجب تسعة اقوم اضيف تسعة لكل الطرفين يعني اول شي تخلصت من الثابت الموجود في الطرف الايسر الثوابت كلها خليتها في الطرف الاي معنى الحالها الثوابت خليتها الحالها ثم اخذت معامل اكس معامل اكس اخذتها قسمتها على اثنين وربعت الناتج طلع لي تسعة اضفت التسعة للطرفين اضفتها للطرفين صار عندي هنا اكس تربيع ناقص ستة اكس زائد تسعة لما اجي احلل اكس تربيع ناقص ستة اكس زائد تسعة اسأل نفسي سؤال ما العدد العددين عفوا عددين مختلفين او متشابهين لا يعني ليس بالمهم حاصل ضربهم تسعة وحاصل جمعهم سالب ستة حاصل ضربهم تسعة متى تعطين الضرب اشارة موجبة يا ان العددين كلهما موجبين طبعا ما رح يصير كل العددين موجبين ليه لان عندي هنا جمعهم بالسالب فكيف عددين موجبين اجمعهم يعطي سالب او لما يكون كل العددين سالبين فالاقرب هنا او الاصح ان كل العددين سالبين يعني مرة اخرى اسأل نفسي عددين حاصل ضربهم تسعة حاصل ضربهم موجب على طول يجي في بالي شقين اما العددين كلاهما موجب او العددين كلاهما سالب نأتي الان الى اللي هو معامل اكس او الحد الاوسط هنا اذا هو موجب ناخذ العددين الموجبين اذا هو سالب ناخذ العددين السالبين سالب هنا معنات ان العددين سالبين طيب عددين سالبين حاصل ضربهم تسعة ومجموعهم سالب ستة طبعا ممكن اقول سالب اللي هو سالب واحد في سالب تسعة ضربهم تسعة موجب تسعة لكن مجموعهم سالب عشرة طيب في اعداد الثاني يطلع لي تسعة اللي هي سالب ثلاثة وسالب ثلاثة ومجموعهم سالب ستة اذا هنا في التحليل بيكون اكس ناقص ثلاثة في اكس ناقص ثلاثة العددين ايش اكس ناقص ثلاثة في اكس ناقص ثلاثة دمجت القوسين مع بعض وقلت انها عبارة عن مبلان لما يكون عندي اثنين ضرب اثنين اقول اثنين تربيع نفس الشي قوس مضروب في نفسه اقول القوس تربيع يساوي 16 طبعا الهين الطرف الايمن 16 مجموعة كيف اتخلص من التربيع هنا احسنتم ممتاز باخذ الجذر التربيعي للطرفين راح يروح التربيع مع الجذر راح يبقالي ما بيداخل القوس اكس ناقص ثلاثة يساوي طبعا لما اخذ الجذر التربيعي لعدد في معادلة لازم نضع اللي هو القيمة الموجبة والسالبة للجذر نعلم ان اي جذر لها قيمة موجبة وقيمة سالبة لما اسألك جذر 16 كم قلت انا جذر 16 يعني اقصد الجذر الموجب لما اقولك الجذر السالب ل 16 فيه جذر سالب ل 16 اللي هو سالب 4 في المعادلات نضع الموجب والسالب فهنا راح يكون عندي سالب وموجب 4 ثم نحل معادلة من الدرجة الاولى راح اجمع ثلاثة للطرفين طبعا اول شي راح اخذ راح اجمع ثلاثة للطرفين عشان ان تبقى اكس الحالها راح يكون عندي الحل اكس تساوي ثلاثة مرة مجموعة مع الاربعة وثلاثة مرة مطروحة منها اربعة ثلاثة زاد اربعة سبعة هذا الحل الاول ثلاثة ناقص اربعة سالب واحد هذا الحل الثاني وحصلنا على حلين لانها معادلة من الدرجة الثانية طبعا هذه طريقة اكمال المربع طبعا في طرق كثير استعملتوها اللي هو التحليل مباشرة ايضا اللي هو القانون العام وما الى ذلك ولك طبعا الخيار عزيز الطالب عزيز الطالبة في الحل ما لم يوضع لك الطريقة تحدد لك في السؤال مثل هنا اسهل طريقة اللي هي التحليل اول طريقة واسهلها التحليل اكس تربيع زاد اثنين اكس ناقصا ثمانية يساوي صفر اجي الان طبعا نتأكد هنا ان فيه صفر هنا ابدأ بالتحليل اسأل نفسي السؤال عددين حاصل ضربهم سالب ثمانية عددين ضربهم سالب ثمانية طبعا متى يكون العددين حاصل ضربهم سالبا اذا كان واحد موجب وواحد سالب طيب معنات ان العددين واحد موجب وواحد سالب لازم مجموعهم يكون اثنين طيب المجموع موجب معنات من الاكبر الموجب ولا السالب أحسنتهم منات إن الأكبر هو الموجب الأكبر هو العدد الموجب مين العددين اللي داينا نعرفهم حاصل ضربهم سالب ثمانية اللي هم طبعاً اثنين وأربعة هم اللي ضربهم ثمانية طيب السالب أحطها مع الأربعة الكبيرة إذا حطيتها مع الأربعة مفروض هنا يطلع الجمع سالب ولا أحطها مع الاثنين الصغيرة راحطها مع الاثنين فبيكون عندي التحليل X ناقص اثنين وX زائد أربعة يساوي صفر العددين سالب اثنين وموجب أربعة ضربهم سالب ثمانية جمعهم موجب اثنين ثم طبعاً قوسين حاصل ضربهم يساوي صفر ماذا يعني؟ أنا الآن لما أضرب عددين ويعطيني الناتج صفر يا العددين كلهم صفر أو واحد منهم صفر ما طلع ناتج الضرب صفر إلا أن الصفر موجود عندي فالقوس هنا يعبر عن عدد واحد مهما كانت عدد الحدود اللي داخل القوس إن شاء الله عشرة حدود الداخل للقوس معناتها هذا عدداً واحداً وهذا أيضاً عدد واحد واحد من هذول القوسين قيمته صفراً ويمكن كلهم بعد لذلك فبنقول إما X ناقص 2 تساوي صفر هذا ماذا يقتضي؟ أحسنتم نحي المعادلة رح أجمع اثنين للطرفين بتكون عندي X تساوي 2 هذه القيمة الأولى لما حط هنا 2 بدلل X يصير القوس قيمته صفر وينظر في القوس الثاني يعطي صفر وتتساوي الطرفين أو القوس الثاني قيمته صفر ماذا يعني قيمته صفر؟ X زاد 4 بصفر يعني X تساوي كم عشان يصير صفر؟ سالب أربعة إذن حل المعادلة X تساوي 2 X تساوي 2 أو سالب أربعة أيضاً حل كل معادلة فيما يأتي عندنا هنا نفس الشيء أجل التحليل أفتح قوسين يساوي صفر وأسأل نفسي عددين حاصل ضربهم 6 مجموعهم سالب 5 عندي طبعاً أشهر عددين 2 في 3 طبعاً حاصل ضربهم 6 معنات إما العددين سالبين أو العددين موجبين لو خدت العددين موجبين مجموعهم موجب لكن هنا لا أنا أبغى مجموعهم سالب معنات أن العددين كلهم سالبين سالب 2 و 3 نلوجب معناهم سالب 5 إذن تحقق السؤال طبعاً أضع من في القوس الأول ومن في القوس الثاني لا يهم لأن الضرب عملية إبدالية سالب 2 و 3 موجب 6 سالب 2 زائد سالب 3 سالب 5 كده تحليلنا صحيح إذن نقول إما X ناقص 2 يساوي 0 ماذا يقتضي؟ لو جمعنا 2 للطرفين راح تكون X تساوي 2 أو X ناقص 3 تساوي 0 ماذا تقتضي؟ لو جمعنا 3 للطرفين راح تصير X تساوي 3 إذن X لها قيمتين 2 و 3 إذا سقط جسم من ارتفاع 50 فيت عن سطح الأرض فإن ارتفاعها عن سطحها بعد T ثانية يعبر عنه بالصيغة الـ H اللي هي الـ High الارتفاع يساوي سالب 16 T تربيع زائدًا 50 استعملوا المعادلة صفر أو يساوي سالب 16 T تربيع زائدًا 50 لحساب الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى يصل إلى الأرض لو شفنا المعادلة هذه هنا وش المتغير اللي موجود فيها؟ أحسنتم ممتاز اللي هو الـ T الـ T ماذا؟ الـ Time اللي هو الزمن اللي هو المطلوب يعني أنا الآن أبغى أوجد الزمن أحسب الزمن الآن إحنا يمكننا نحل المعادلات قبل قليل كانت X تربيع ناقص 5X زائد 6 يساوي صفر وحليناها جبنا قيمة من؟ المتغير اللي موجود في المعادلة اللي هو الـ X طيب الآن أنا لما أحل هذه المعادلة وحأوجد قيمة المتغير اللي هو من هنا؟ T اللي هو الزمن يعني كأني حسبت الزمن ممتاز إذن كيف أوجد الزمن؟ بحل هذه المعادلة هي اللي موجود فيها المتغير T إذن عندي المعادلة صفر تساوي سالب 16 T تربيع زائدًا 50 طبعًا هنا لو لاحظنا أنها ليست ثلاثية حدود من الدرجة الثانية هذه فيها حدين فقط طيب الآن لما يكون فيها حدين رح أضع كأني أحلها من الدرجة الأولى كأنها معادات من الدرجة الأولى ذات خطوتين فرح أضع في طرف المتغير بالمعامل وفي طرف الثاني الثوابط طبعًا هنا عندي سالب 16 T تربيع لو جمعنا 16 T تربيع للطرفين طبعًا ليش جمعنا؟ لأنها هي اللي فيها سالب ليش هي اللي حركناها؟ لأنها هي اللي فيها سالب نحن طبعًا نبغي نتخلص أكيد من السالب فبيكون عندي في الطرف الأيسر 16 T تربيع تساوي 50 أنا أبغى T لحالها بالتربيع الآن ما يخالف يعني الآن ننظر إلى T تربيع كأنها X يعني كأن المعادلة عندي 16 X تساوي 50 ونحلها مرة زي ما كنا نحلها في المرحلة المتوسطة ماذا ستعملون؟ سنقسم الطرفين على 16 ممتاز حقسم الطرفين على 16 رح يكون عندي T تربيع يساوي طبعًا هنا 16 رح تروح مع 16 50 على 16 الآن نتخلص من التربيع أحسنتم بأخذ الجذر التربيعي للطرفين رح أخذ الجذر التربيعي لT تربيع والجذر التربيعي لـ 50 على 16 طبعًا الجذر يتوزع على الضرب والقسمة يعني الجذر هنا أوزعه على البصد وعلى المقام طبعًا ولا يتوزع على الجامع والطرح ننتبه لهذه النقطة طبعًا هنا التربيع رح يروح مع الجذر رح يكون عندي T يساوي هنا رح يكون عندي سالب وموجب مثل ما اتفقنا سابقًا لما نكون نحن للمعادلات ناتي بالجذر الموجب والسالب للمتغير لكن هنا الآن في مثال من واقع الحياة نحن يوجد زمن هل في زمن بالسالب؟ لا يوجد زمن بالسالب إذن سنستثني الإجابة السالبة جذر خمسين رح يكون في البصد على جذر ستة عشر اللي هو أربعة لو نحلل جذر خمسين رح يكون اللي هو اثنين في خمسة وعشرون اثنين في خمسة وعشرون على أربعة رح تساوي طبعًا جذر خمسة وعشرون رح تطلع بخمسة جذر اثنين على أربعة إذن الزمن يساوي خمسة جذر اثنين على أربعة طبعًا ثانية طبعًا النتيجة السالبة النتيجة السالبة استبعدناها وهذا هو الحل خمسة جذر اثنين على أربعة الواجب عزيزي طلاب عزيزي الطالبات أربعة وعشر واثنى عشر وبذلك نكون انتهينا من التهيئة للفصل الثالث شكراً جزيلاً عزيزي طلاب وطالبات